الله أكبر الله أكبر لا خير العمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكمة كتابه الكريم وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم لازلنا نعيش أيام العيد المبارك عيد الفطر بهذه المناسبة هناك كلمة ترتبط ب إحدى أهم ما ندب إليه الكتاب المبين وهو موضوع التآلف والتراحم والتزاور ونبذ الاختلاف نبذ التدابر تدابر النفوس النزاعات الأختلافات سواء في المجال العائدي أو في المجال الاجتماعي بشكل عام هذه القضية في أيام العيد مناسبة مهمة وهي من أهم الأمور التي حث عليها القرآن الكريم آيات فيها نوع من القساوة في التعبير عندما يكون البحث عن هذا العنوان وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا لتعارفوا يعني هذه فلسفة الحياة الله تبارك وتعالى جعله هذا العنوان التعارف التبادل التواصل هذه عنوين تعتبر إحدى أهداف الخلقة التفريط في هذا العنوان تجاهل هذا العنوان أصبح جداً سائد في مجتمعاتنا المجتمعات بشكل غريب متفككة ليس بين الغرباء فحسب إنما حتى بين الإخوان حتى بين الأرحام وهذا شيء في غاية الخطورة ليس فقط عمل سيء لا خطر جداً هذا إخلال بأهداف السماء الله تبارك وتعالى يريد ونحن نريد غير ما يريد رب العالمين الله أراد لهذه الخلائق أن تجتمع أن تتواصل هذا التواصل هذا التواصل عند الله تبارك وتعالى في غاية الأهمية حتى اعتبرها غاية للخلقة القرآن الكريم كثيراً ما يتحدث عن الخروقات التي تحدث في هذا العنوان وذنوني إذا شوفوا قرآن يتحدث عن نبي من أنبياء حقيقة هذه الآية تدل على خطورة بالغة شوفوا وذنوني الذهب مغاضباً الإنسان لازم يلتفت عندما يزعل هو يوم يطلع هذه عملية في غاية الخطورة الله كلش حساس على هذا التصرف إنسان ممكن إحنا بشر بالنتيجة تصدر من عندنا هفوة نتعارك مع بعض ما يخالف إلى هذا الحد لا يكون التصرف كارثي نعم تجاوز أما أن الإنسان الذهب مغاضباً يغضب ويقوم يطلع بعد خلص يذهب يذهب يعني بعد لا يتواصل فظن أن لن نقدر عليها ظن يعني علم أن لن نقدر عليه مو يعني ما نقدر عليها لأن لن نضيق قدر معروف ليلة القدر ليش يسمون قدره فقدر عليه رزقه يعني من ضيق عليها كان متأكد أن الله تبارك وتعالى ما يسوي إياه شيء فظن أن لن نقدر عليه في آية هذه في آية وآية أخرى القرآن يصرح ولولا أن كان هذه في سورة ثانية أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حقيقة كارثة للبثة مو يعني يموت يتحلل أما جزيئات تبقى لا هذا ما يسموه في اللغة العربية لبثة يعني الله تبارك وتعالى كان يمد في عمره حتى إلى يوم يبعث البشر يكون في بطن الحوت يعني ملايين السنوات يمكن إلى الآن كم ألف سنة من ذاك التاريخ شلون معاناة هذه للبثة إلى يوم يبعثون آية قرآنية شوفوا شلون تعبير قاسي من الله تبارك وتعالى نحن نتصور أن كلمة نقولها ونمشي هذا الله تبارك وتعالى ما يرتب عليها أثار فظننا أن لن نقدر عليه وشلون قدر عليه رب العالمين ولو لا يستثني رب العالمين أن كان من المسبحين لا لبث في بطنه الحوت إلى يوم يبعثون هذه القضية هم في الجانب الإيجابي عظيمة هم في الجانب السلبي الناس المتواصلين صحيح يحصلون على الكثير من التجاوز من الأطراف ولكن حقيقة القرآن لاحظوا آيات عديدة روايات عديدة أن الله تبارك وتعالى كيف يكافئ الإنسان الذي يبقى يتحمل الرحم حتى غير الرحم القضية تفوق عنوان العائلة لا حتى في القضايا مع الآخرين يبقى متواصلا الله تبارك وتعالى يذكر عبارات كلش كلش عظيمة حقيقة في هذا المجال بالخصوص أخيرا صحيح الإنسان يضرر أعصابه تتوتر بالنتيجة الإنسان ما يقصر يظلم يعتدي بس اللي يتمكن أنه يحافظ على العلاقة ويحافظ على التواصل والارتباط الله تبارك وتعالى يكافئه أعظم مكافأة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا هذا التاريخ إنسان يقدر يشوفه كيف أن الناس اللي تحملوا حقيقة وثبتوا وبقوا على إرادة رب العالمين كيف حصدوا رحمة رب العالمين هاي آية قرآنية وما أنزلنا شوفوا وما الآية التي صدرنا بهالحديث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا يعني كل الأهداف في القرآن هذا استثناء إلا في سياق النفي وما أنزلنا إلا يعني شنو يعني كل حكم القرآن كل خطابات القرآن ترتبط بشنو إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الاختلاف مو فقط الاختلاف في الفكر لا حتى الاختلاف في السلوك الاختلافات السلوكية مو فقط الاختلافات العقدية الاختلافات لا شوفوا الإطلاق هذا كلمة القرآن بيإطلاق الله يقول كل القرآن نزل وما أنزلنا عليك الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما كان الإنزال يعني إنزال الكتاب إلا لأجل هذا الغرض لتبين لهم الذي اختلفوا فيه بعدين وإضافة إلى ذلك وهدى هذا ورحمة لقوم يؤمنون الإنسان اللي يؤمن الله تبركه وتعالى يرحمه يهديه بس لازم يصير إيمان بهذه الكلمات القرآنية نقول قصة بإجاز فدواحد هذا موجود هذه القصة موجودة في تراث مدينة كربلاء المقدسة رجل ساقي قديما كانت هالشكل أكو ناس على كل حال هذه مهنة كلش مهنة ضعيفة متواضعة يخليك جربة بشتفة قربة ويسق الناس ويسق الناس متبرع عنها تبرعيا يعني يسق الناس رجل فقير 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 يعني مسحوق مو فقير هذا حج أحمد يسموه الشكل في كربل ويمكن أكثر من مئة سنة قبل حصل لاختلاف مع أخيه واحد من إخوته فجأة هذا الأخم بعد ولا طلع عصم من كربل وضاع سنوات ضاع بسبب اختلاف بسيط وهذا ما يحصل حتى في العوائل المتدينة حقيقتا راحت السنوات وإجت وبعد فتشم سنة إجت فتخيشة ليرات ذهب خيشة مو عشرة وعشرة كذا فتمبلغ هائل من قبل الوزالة الخارجية في العراق من مصر إلى العراق ويبحثون عن هذا حج أحمد المتصرف في كربلاء يعني يبحثون عن منه هذا يسأل عن الكليدار في كربلاء أن هذا أحمد ساقي فأحد يسقي ساقي أحمد ساقي منه هذا الكليدار معرفوا على هذا حج المسكين الضعيف الفقير اجه من جهة الحكومة العراقية قالوا أنه أخوك في مصر متزوج وعلى كل حال صاحب خير كثير وهذا مات وهذا إرث ولم يترك إلا زوجه وبنتا صغيرا صغيرة كل شيء صغيرة وهذا إرثك حصتك الأخو ما يرث حسب معيار الدين الأخو لا يرث إلا عندهم يورثون الأخ عند العامة فهناك على حساب الدين اللي تعتمد الحكومة مورثي وشنو فالطلايب فترة طويلة وما أدري كذا الداخلية المصرية متصلة بالخارجية المصرية لأنه الزوجة تدري وقال لأنه هذا إلى أخو وأخو بكربلة بس ما ندري منه عمرنا ما شايف اسم حج فلان أحمد ساقي وعلى كل والخارجية المصرية متصلة بالخارجية العراقية والخارجية العراقية بالداخلية العراقية والداخلية العراقية بالمتصرفية والمتصرفية الكليدار حتى يلقوا أنه هذا المبلغ والكليدار جاي بالخيشة قونية ليرات ذهب هذا الذي خطيئ مسحوق الشكل يطيق هذا من الدولة من مصر إرث إلك هذا المسكين يسأل بالنتيجة يدري أنه من الأخ لا يرث ما دام عنده ذرية الآخر يقول هذا المسكين سأل الكليدار يجوز أن أخذ الخيشة الكليدار قال لا ما يجوز قال ما يجوز غمارد رجع الخيشة قال هذا فلوس الدولة العراقية سجل بإسمك قال إذا ما يجوز ما علي أساس آخر فرجع على المبلغ فالمال رجع أدراجه رجع من الخارجية إلى الداخلية العراقية من الكليدار إلى الداخلية من الداخلية ورجع إلى المصر ورجع للجسم لصرف أنه ميجوز هذا عنده بنت صغيرة وعنده زوجه والأرث يروح لهم ورى فترة هذا مذكور في تراث كارولا ورى فترة إجت رسالة من زوجة أخيه على كل حال أنه بالنتيجة من هذا التصرف منك إحنا انصدمنا حقيقة وعرضت عليه الزواج وهو أجت رسالة هم عن طريق الكليدار وصل الرسالة إلى هو سأل الكليدار يجوز قال لا يجوز هذا بعد بالنتيجة أخوك متوفى من زمان هم متوفى فعمل بالطلبية وراح وتزوج ذاكرين في أنه على كل حال وراء فترة وجيزة كل يمكن أشهر يو سنة الزوجة أصيبت بسرطان وراء ماذا كم يوم الطفلة أصيبت بحادث مروري كذا ماتت هذا كل هذه الثروة الهائلة صارت ثروة إلى وأورثكم أورثكم الله يقول أنا أورثكم أرضهم ولو هاي في قضية ترتبط بالحرب والمعارك مع المشركين أما مواضيع عامة هذه وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير النملة النملة هذه كائن كل حقير يضرب بها مثل في الحقارة في الضعف النملة بعد أصغر من النملة يقولون النملة مخ يحتوي على ربع ربع مليون خلية الإنسان ثلاثين ألف ضعف النملة يحتوي مخ على الخلايا الإنسان الإنسان موجود عجيب كارثي في مسألة وإن كان هو كائن اجتماعي ولكن دائما يتطاول على هذه القاعدة قاعدة الاجتماعي على عكس النملة دائما نشاطها نشاط اجتماعي وزن النملة تقريبا 60 ميلي غرام وزن الإنسان يعني متوسط وزن الإنسان إذا يكون 60 كيلو يعني مليون ضعف وزن النملة موش كيل إذا 60 كيلو إذا 60 كيلو أنا يمكن مليون ينضعف وزن يعني واحد إذا 120 كيلو يعني مليون ينضعف إن إذا فد واحد كل كل رفيع 60 كيلو هذا متوسط وزن الإنسان يقولون يعادل مليون ضعف وزن النملة ولكن مخ يعادل 30 ألف ضعف خليات يعني مخ الإنسان أضعف من مخ النملة لذلك العقل الاجتماعي في النملة يحقق المعجزات معروفة هذا نشاط النملة يفوق يقولون في العمل الاجتماعي هي النملة معروفة في البلاهة وفي خفة الفهم يقولون إذا فد نملة تخلوها في ناء بلاستيكي مغلق تقوم الدور حولها إلى أن تموت من الجهد يعني ما عدها عقل ولكن في العمل الاجتماعي يعني يحققون إنجازات يحلون الغاز تفوق عقل البشر مئات الأضعاف يقولون حتى تفوق في العمل الاجتماعي تفوق نشاطها الاجتماعي حتى عقل الكمبيوتر يعني تقدر تحل الغاز المعقدة لأكبر كمبيوتر معقد ما يقدر يحل يقولون النملة هذا بسبب النملة كفرد وخمسة وثلاثة كائن كلش غبي كلش غبي لكن لكن عندما يجتمعون يحققون الشيء اللي لا يتمكن أي إنسان وأي بشر وأي عقل بشري يحقق حتى إذا شوفوا فحقيقة هذه الآية اتأرقني حتى إذا أتوا منوم أكبر إنسان خلقه الله تبارك وتعالى هم من حيث الملكوت نبي الله سليمان هم من حيث القوة السلطة الاجتماعية وحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كارثة شوفوا أن النمل قالت هذا الشيء مو مهم أن الله سجل هذا الشيء في القرآن الكريم هذا اللي يأرق الله قرر هذه الكلمة وهم لا يشعرون هذا ما كانت كلام بالنسبة إلى الناس عاديين أغبياء جلكم الله لا سليمان أكبر عقل خلقه الله سلطة النملة تقول له هذا مو كلام اعتباط إذا كان كلام اعتباط من النملة القرآن ما كان يقرره لأقل كان يرده كان يصدر من سليمان كلام رفض عليه فتبسم صلاحكا وبعدين شنو بقية الآية تدل أنه هو سليمان أيضا أقر هذا الكلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي هي هذا تقرير للكلام وهم لا يشعرون صدق كارثة النملة تقول للإنسان أنت ما تشعر أهم ما يفرق الإنسان عن النملة حسب المعلومات الموجودة فقط عنوان واحد وإلا النملة في غاية الغباء بلا شك في غاية الغباء تقتل نفسها أصلاً عندما تكون واحدة وخمسة أما عندما تكون في عمل جماهيري حقيقة فموجود كائن عجيب وهم لا يشعرون الشعور الحقيقي عند النملة الإنسان يعيش يكون ثروة يكون عائلة يكون بيت واعتبار يدرس ولكن شنو في منأة عن أي عمل اجتماعي أي تواصل اجتماعي مو فقط في الأرحام هذا مو حياة الإنسان هذا هذا اللي إنما تقول وهم لا يشعرون مع أنه لا يحطمنكم سليمان وجنوده يعني مو نفر واحد هذه الفئة البشرية في القرآن الكريم جاء التعبير أنه لا يشعرون هذا السوء في الشعور أن الإنسان من أجل اختلافات الآن مهما ذلك أي شي يقول من أجل اختلافات بسيطة حقيقة فتكلمة قايلها وراي حجة فلان شي شفينة فتكلمة قايل فتما أدري موقف ما زارني أنا تمرضت ما زجت تزورني أنا ما أدري كذا صار تحدث خلافات قطيعة قطيعة في مجالات حساسة في المجالات الدينية باسم الدين هم يصير قطيعة في الرواية أكوفد واحد يجي عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام شافه قال له أنت طلعت من الكوفة ويا أخوك ونخوك نزل راسه ما قال شي الإمام بالمدينة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الكوفة للمدينة ألف كذا كيلو قال له بالطريق اختلفت وتعاركت وانفصلت وانفصلت مع بعض طلعت بالطريق انفصلت أخوك وراء ثلاث يام مات بسبب هذه القطيعة أنت بسبب صلتك عمتك الله أضاف فيه أنت عمركم اثنين انتهى في نفس القطيعة أخوك وراء ثلاث يام مات أنت بسبب ما أدري في الطريق شنو أنت صلى لعمتي شنو الصلى ما أدري مو مذكور السلام في آخر ساعات حياته وصى الحسن والحسين صلى الله عليه وبعد شوفوا منه دا يوصي ومنه الموصى به منه الموصى وهو الحسن والحسين مو هذا وصيل للعامة الناس تجرع الغيظ تجرع الغيظ فإني لم أرى شيئا أحلى منه عاقبة يعني ما كو في الوجود شيء عاقبته عاقبتها مو الآن الآن الإنسان قلبي يورم حقيقة لأنه يسمع كلام باطل بالفاضي يشوف تصرف جفاء أنت جرعه فلم أرى شيئا أحلى منه عاقبة وأفضل منه مغبة مغبة هم يعني عاقبة أكبر مكافأة الله تبارك وتعالى هذا كلام أمير المؤمنين ماكو أكبر منه مكافأة أن الإنسان يتجرع الغيظ الغيظ امتارة يكون بسبب على كل حال مرض بالنتيجة بالنتيجة مو من بسبب اعتداء الآخرين الإنسان عندما يتمرض إذا ما يتجرع الغيظ شي سوي ما عدنا شارة إحنا عندما يكون طرف واحد آخر هناك نقدر نتصرف ونتصرف التصرف سلبي أما لما الإنسان طايح بالبير يقول واحد طايح بالبير كان يصرخ طلعوني إجفت واحد شافه قال له ها شنو صاير قال أنا طلعني برا قال أخو أصبر خلق أروح يجيب لي فد مثلا حبل شي قال إذا ما أصبر ش سوي يعني إذا ما أصبر ش سوي ألطم على رأسي الإنسان اللي يتمرض إذا ما يصبر ش يزوي بس إحنا إذا واحد يعتدي علينا إذا واحد مثلا مثلا يأكل حقني أي شي يصير بسهولة نقدر نأخذ موقف وبسهولة نقدر نتصرف وما ندري أنه شنو من بلاوي حقيقة تترتب على هاي الأمور هذا العيد حقيقة فرصة جدا جدا مهمة أن الإنسان يبدأ أولا لله لإرادة رب العالمين من أجل تحقيق هدف رب العالمين ليس من أجل أهداف المادية الإنسان يتجرح يتجرح يتحمل يتحمل الآخرين يتحمل مهما يكون حتى إذا كان إنسان أجل لك والله شارب خمر ما عدنا إحنا دليل أن شارب الخمر لازم أنت تبدأ بقطيع معاه فالموضوع آخر أكون مسألة الأمر بالمعروف هذا الموضوع خارج أصلا أما من حيث السلوك لي إحنا أخي مصيبة بسهولة نخلق أعذار حتى شنو نبرر موقفنا لأنه منقدر واحد شي اسمه إنسان ما يقدر يصبر عليه إلا أن لازم يقاطع فشنو نروح نفكر نقول هذا ملعون التكبر على المتكبر عبادة هذا ما أدري كذا ونخلق عندنا قدرة هائلة على استخراج عنوين مبررة أولا لله لله ولإرادة رب العالمين هذا هدف كبير إلي ثانيا للمكافأة المادية ثالثا إن الإنسان يرقي نفسه من النملة حقيقة نحن بالأخرة عقلنا حقيقة عقلنا أصغر من عقل النملة بالنسبة قلت حجم الخلايا ثلاثين ألف ضعف خلايا ربع مليون خلايا المخ النملة ولكن حجمنا مليون ضعف مليون ينضعف حجم النملة في العقل هذا المخ يشتغل حتى يغذي الجسم بعد ما يلحق أصلا يشتغل شغل إنجاز يعني اجتماعي ما يتمكن إنسان يرقي نفسه لا يكون ضمن هذه الآية وهم لا يشعرون هذا قاعدة عامة وهم لا يشعرون مو أنه لأجل هدمهم للمساكن لا يحطمنكم لا الإنسان كائن لا يشعر ما له شعر هذا ليش يصدر من النملة ما يصدر هذا الكلام مثلا من الطيور هاي قرينة أفلا يتدبرون القرآن النملة أهم ميزة فيها أن عملها نشاطها نشاط جمعي وتحدث شي رهيب في النشاط الجمعي هاي قرينة أتعلم أن الشعور الإنساني يأتي من عمل الجمعي الإنسان اللي يتحمل الآخرين الإنسان اللي يتمكن أن يتعايش مع الآخرين حقيقة هذا بإرادة رب العالمين حتى إذا مو بزوده حتى مو إذا عبقريته ونشاطه وشطارته بإرادة رب العالمين يحصد عدد هائل من البركات وهدى ورحمة بس بشرط لكل قوم يؤمنون إيمان يحتاج حقيقة فرصة مهمة لا أريد أن أطيل في هذا الحديث في هذا الكلام كلام مفصل أن الإنسان يتعلم من النملة شوية نحسن من السلوك الاجتماعي فينا في التعامل مع الآخرين إذا ما قدرنا نحسن في السلوك أقلا في الانفعال نحسن السلوك يعني أنه هذا حجع عليك أنت مسبة ما يخالف بس بعدين لا تسألون مع أنه هذا تجاوز هذا خلاف الأخلاق والله هذا تصرف رديء جدا بس يهون أخيرا لا يشعرون ما يصير ابقى اشتغل وياه اتحمله ليش إحنا ما نتحمل الآخرين هذا يدمر الشغل خليه يدمر الشغل هذا قانون إلهي ما يفعله هذا يفرط بالأموال أخوه يفرط بالأموال ما يفعله الله خلاه قدامي وخلاه بعشيرتي وبعائلتي ما يفعله لأنه بالنتيجة هذا الله جايب يدمره تحمله هذا كارثة على المشروف ثم ماذا اتعاركوا اتخانقوا موسى و هارون صلوات الله عليهم ونبيان اتخانقوا مسك الحيتة وشعروا قدام الناس قام يجرجر ما يخالف مو مشكلة اهني مو كارثة نعم موزيا هذا تصرف موزيا احنا أخوين ومسواهرون من أم واحدة قال يا ابن أم ونبيان ما يخالف حتى إذا صدرت من عندنا بالنتيجة بشر و الله هم يطوفها الله يطوفها أما بعد هذا ليش احنا نبقى على هذه الحالة أمير الممي عليه الصلاة والسلام يحلف يقول لهم الأصحابة يقول والله شوفوا حلف أمير المؤمنين والله إنهم يعني جماعة معاوية ليدالون الأمر منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم يحلف أمير المؤمنين يدالون يعني يأخذون الدولة منكم هاي يدالون يعني يأخذون الدولة منكم أخيراً ما أخذو احنا ما يخصنا منه يدمر الشغل احنا ما يخصنا منه يتلف الأموال بالنتيجة هذا قضى القدر أخويا أبويا ابني عمتي خالتي ما أدر منه هذا قضى وقدر صاير بالقضاء والقدر الإلهي جاي في عشيرتي قاعد هذا صديقي هذا جاري هذا شريكي بالنتيجة هذا قضى وقدر نعم ما في مانع إذا الإنسان ما يقدر يتعايش ينفصل بس مو بالضرورة يعني الانفصال ما في مانع بس انفصال بدون قطيعة فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان ما يخالف ما أقدر أشتغل ويا أخويا شريك كنا ما نقدر نشتغل ننفصل ما بيشكال بس نبقى نتحابب نتواصل نفصل شراكتنا والله ما يغضب علينا هذا مو خلاف الشعور ما يخالف مزاجي ما يتوافق مو أن الإنسان ينفصل وبعدين ينفصل انفصال ورا انفصال وكل قطيعه وبعدين العشيرة والأولاد كل نقل هذا يحشي على ذاك هذا يحشي على هذا ويوم على يوم تدابر نفوس يحصل هذا الضغائن في الرواية في الحديث القدسي الله تبارك وتعالى أوحى يقول يقول يا ابن آدم هذا وعائك هذا قلبك وعائي أنا وعائي أنت إذا عينك تعصي إذا لسانك يعصي قلبك ليعصي هذا قلبك لا توصخه لا تلوثه الإنسان حتى لو سب العياذ بالله في رحم صارت سبه شتاين ما يخالف يلا بس بعدين هذا ليبقى في القلب شيء هذا مهم نار الله المقدة التي تطلع على الأفدى هذه الأساس هذه فرصة حقيقة مهمة هذه الأيام أيام العيد أن الإنسان يحاول أن يعالج هذه المعضلة الهائلة في داخله وإذا هم كان عنده سابقا سلوك منحرف عن هذا الإرادة الإلهية صدق أهم إنحراف مو الإنحراف الأخلاقي اللي يكون كذا هذا الإنحراف اللي هو يعادي إرادة رب العالمين إنسان يصلح بالمقدار الممكن يسا ما يصيب تروح تبوس رأسه شوية شوية يحاول فد رسالة فد مكالمة فد ارتباط اسأل عنه وصل له فد خبار فد هدية فد شيء في هذه المناسبة هاتان هاتان اهتمام يعني هذان الاهتمامان جدا مهمان أول الإصلاح الفكري ثانيا الإصلاح السلوكي وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الامر